موسيقى استعرضت أمال محمد عز الدين وللولاية الشمالية مع وفد تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية استعرضت ملامح قطة العمل التنفيذي خلال المرحلة القادمة وقال النطق الرسمي باسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية الفاتح نجم الدين إن الاجتماع شدد على تحقيق أهداف ثورة وأهمية عمل لجاني إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وتأسيس عمل ديمقراطي مدني في الفترة الانتقالية كما تناول الاجتماع الاهتمام بمعاشي الناس وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وقد زارت والي الولاية الشمالية آمال محمد عز الدين وعدد من القيادات زاروا عددا من أسر الشهداء وترحمت على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيق معاني الحرية والسلام والعدالة